السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من قناة عصافير جنات اطفال نقدم لكم نصائح تربوية لامهات الحلقة الخانسة العمل من اجل الاقتداء الروال البخارية مسلم في صحيحهما ان البيس الله عليه وسلم قال يا ايها الناس اني قد صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي اظهر العمل الصالح لاجل الاقتداء وتربية الابناء امر محمول ولا يعتبر من الرياء لا للضرب لم تحصل على رخصة القيادة التربوية والممارسة الوالدية اذا كنت تلجأ دائما للضرب في تربية ابنك فالضرب المستمر اسلوب انهزامي من انكبار وسياسة غير صحيحة في التربية لانها وسيلة متسرع ومن لا يقدر على التحكم في انفعالاته وضبط غضبه نرأ المفاسد في التربية في الحديث النبوي وفرق بينهم في المضاجع في تربية على درء المفاسد من خلال ابعاد الابناء عنها ومن باب اولى عدم احضار ما يسبب فساد الابناء الى داخل البيون مثال ترق الابناء على النت دون ارقابة وفتح المجال مشارط القنوات غير المحافظة وعلم احتجام البنات امام الذكور كل هذه امور تؤدي الى افساد دين الاطفال واخلاقهم الثناء مدح الطفل يحقق له جانبا مهما من حاجاته النفسية وهو التقدير وان يتلاحظون تفاعل الاطفال وحماستهم عند الثناء عليهم حتى عند قيامهم باشياء يسيرة عندما شرع الطفل ان صيامه محل اهتمام وتقدير الاخرين فهذا حافظ معنوي كبير بالنسبة له ونطلوب منا ان لا نغفل عن هذا والثناء قد يكون للطفل بشرع او يكون امام الاخرين والطفل يسمع وكذلك قد يشارك الاخرون في الثناء على الطفل وايضا يكون الثناء على الطفل امام اقرانه ليشعر بالفخر امامهم ربما يكون الثناء مصصوبا بالدعاء او بلقى بطل وصبور وقوي او بعبارات تشجيع على الصيام مثل فلان صام اليوم وسيصوم بقية رمضان وبالنسبة للصغار جدا فلان صام اليوم الى الظهري وسيصوم مستقبرا الى المغرب الهداية بيد الله تعالى في خصة نوح عليه السلام فائرة تربوية هامة وهي ان الهداية بيد الله تعالى وانهما كان حرصنا وسائلنا في تربية ابنائنا فاننا لا نضمن النتيجة وهذا ما يجعلنا نلحب الدعاء ان يوفق الله ابناءنا للخير الاوامر الكيفية حسب المزايا قصرة الاوامر الملقاها على عطق الابناء دون عملية اقناع تحول الابناء الى الات تنفيذ الاوامر وتجد من صخطهم وتلغي شخصياتهم وتضعفها بشكل ملحوظ الاسع من ذلك انها تجعل منه شخصا انقياديا مستسليما لكيان له او على العكس تدفعه الاستبداد مع الاخرين والتسلط عليهم ربما يكون ابن موهوبا قد يكون ابنك موهوبا فاحرص ان تراقب تصرفاته واطلع على كتب التعامل مع الموهوبين والحق بالبرامج المهتمة بالموهوبين ووفر له ما يحتاج وتعمل معه بايجابية وما ومما ينمي موهبته توظيفها في مجال تمييزه ايها الاباء اذا جاءكم الكفء فبادروا بتزويجه اذا وافقت ابنتكم عليه ولا تقفوا في وجه الفرص التي ترد لبناتكم فقد تندمون وهن ينزعجن لتأخر زواجهن قال رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض بزرة تراحم الاولى مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتاك منه عضو تلاع له سائر الجسد بالسحر والحمى هكذا يكون احد المؤمنين وهكذا ما بأولى يجب ان يكون احد الاسرة فالاسرة هي البذرة الاولى للتواد والتراحم ومنها ينطلق الفرض لتطبيق القيم مع كافة المسلمين سلامة معتقد الطفل رأس مال التربية سلامة الاعتقاد وما يعمقها القدوة الحسنة المحافظ على نقاء الفطرة ببعادهم عن وسائل التشويش واستثمار وسائل التلاوة التعليق عليها وحكاية السيرة النبوية واغتنام المواقف التربية على الايمان أصل يقوم عليه بقية الاصول التربوية الاخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة